إفلاس مصر هل هي حقيقة؟ ولا لا أتابع الفيديو للنهاية عشان تعرف التفاصيل وعاجلة السعودية تؤكد دعمها الكامل للأمن الماء المصري وتوجه رسالة الإثيوبيا وفي مفاجأة كبرى تحقيق عاجل مع المذيعة ياسمين عز في مصر وعاجلة الحكومة المصرية توجه رسالة هامة لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك وحيلة جديدة ومقلقة للسرقة في مصر تثير جدلا واسعا ننشر التفاصيل وبالتفاصيل هل باعت الحكومة المصرية حديقة الحيوان للإمارات ننشر التفاصيل قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ذا مهم إن شاء الله عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ليه ألفين أعجبني وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحية مصر وإنتوا قدها وتعملوها إفلاس مصر هل هي حقيقة أم لا؟ نعرف مع بعض التفاصيل قال وزير التخطيط المصري السابق أشرف العربي أنا مصر بعيدة تماما عن منطقة الإفلاس وأشار إلى أن من حقها الاستفادة من الدعم الفني والمالي اللي بيقدموا البنك الدولي وفي تصريح لقناة صدى البلد أضاف أن مصر من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وأن من حقها الاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يقدموا البنك وقال العربي أن فيه حالة حوار وحراك حول قضية الدين في مصر وأن مؤشر خدمة الدين للصادرات السلاعية والخدمية يعطينا جرس انظار لاغترابنا من منطقة الخطر وأشار في ذلك السياق أن أمريكا أكبر دولة مدينة على مستوى العالم وأن استمرار الاحتياط الفدرالي في رفع سعر الفايدة يشكل قطرا كبيرا على اقتصاديات العالم وقال رغم التحديات الهائلة والصعبة خلال العام الحالي فمن الممكن أن يكون هناك فرص لعبور هذه التحديات مصدر معنا كان من القاهرة 24 أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر إذن يعني مفيش أي حاجة بتدل أن مصر ستتعرض للإفلاس وأن مصر من ضمن دول الأعضاء في صندوق النقد الدولي كما قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري السابق وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجلة السعودية تؤكد دعمها الكامل للأمن الماء المصري وبتوجه رسالة الأثيوبيا السعودية طلعت في بيان وأكدت على دعمها الكامل للأمن الماء المصري باعتبار جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة الرياض كما أكدت السعودية تضمنها التام على كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي ودعت السعودية إثيوبيا لعدم اتخاذ أي إجراءات أحدية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والتحلي بالمسئولية والإرادة السياسية اللازمة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في ستمبر 2021 بما يحقق أهداف التنمية الإثيوبيا ويحول دون وقوع ضرر دي شأن على أي من مصر والسودان وبما يعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا المصدر معنا كان من صحيفة الرياض في السعودية طبعا السعودية طلعب بهذا البيان لتؤكد دعمها الكامل للأمن المائي المصري والأمن المائي السوداني أيضا وبتأكد على أنها ستقدم الدعم لهذه القضية بخصوص سد النهضة ونهر النيل وإن شاء الله هذه القضية تحل بشكل سياسي محنك لكي نخرج من هذه الأزمة بإذن الله وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وفي مفاجأة كبرى تحقيق عاجل مع المذيعة ياسمين عز في مصر وأصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ المصري قرارا بإحالة ياسمين عز مقدم ببرنامج كلام الناس بقناة NBC مصر للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين في بيان إن القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة بالإضافة إلى الشكاوي العديد التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة وأصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتور مايا مورسي بيانا أعلن فيه وجميع أعضاء ولجانه الدائمة وأماناته العامة وفروعه بالمحافظات رفضه وعميق استياءه من المحتوى المصري الذي يقدم من خلال برنامج كلام الناس المذاع على قناة NBC مصر للمذيعة ياسمين عز والذي يمثل تقليلا من شأن المرأة المصرية ويضر بها كما يعد المحتوى موجها لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية الجديد بالذكر أن المجلس القاومي للمرأة أعلن أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصة السوشيال ميديا يعبر عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبنا بوقفه مصدر معنا كان من القاهرة 24 أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر يعني ده كان رأيي الستات في برنامج ياسمين عز المزاعة على قناة NBC مصر يعني قللنا رأيكم أنتم كرجالة عن هذا البرنامج وما تقدمه ياسمين عز هل أنتم شايفين أنه يعني يستحق المشاهدة أو حتى يستحق الهجوم من المجلس القاومي للمرأة في مصر أترك ليكم التعليق وعاوز أعرف لو حضرتك يعني مؤيد لبرنامج ياسمين عز اكتب لنا في التعليقات يعني أنت مؤيد في إيه ولو معارض لبرنامج ياسمين عز قلنا برضو حضرتك معارض في التعليقات ليه وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر يعني عاوز أعرف إيه المشكلة اللي عملتها ياسمين عز خلت إن فيه يعني المجلس القاومي للمرأة بحاله يعني تحرك لوقف هذا البرنامج عاوز عرف رأي حضركم بشأن هذا الأمر ننتقل مع بعض القبر آخر وعاجل الحكومة المصرية توجه رسالة هامة لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك بعد تعليق الملياردير الشهيد إيلون ماسك على الحضارة المصرية القديمة وإعجابوا بها جددت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط الدعوة له لزيارة مصر ودعت المشاط ماسك لزيارة مصر والتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة بالمتحف المصري الكبير وشارك البلياردير إيلون ماسك شريط فيديو لمعبد دندرة بمدينة قنة مبدياً إعجاب بالمصريين القدماء وما قدموه من حضارة للعالم وتفاعلت المشاط على حسابها الشخصي على تويتر معاً بها الرجل الأعمال العالمي الشهير بحضارة مصر القديمة وردت المشاط على حسابها بتويتر قال ماسك وقالت شاركنا في معرفة أسرار الحضارة المصرية لتطلع على كثير من القصص التي لم ترى بزيارة المتحف المصري الكبير واللي بيضم المجموعة الكاملة الآثر وكنوز الملك تويت عن خامون التي لم تشاهد من قبل وهتكون تجربة منفردة واستثنائية مختتمة ردها بقولها مصر ترحب بك الجديد بالذكر من المشاط كان قد ردت على تغريدة لمسك عام 2020 حيث صرح رئيس شركة سبيس اكس متخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء بأنه من مؤيدين نظرية أن مخلوقات فضائية شاركت في جهود البناء الضخمة للأهرامات وهو ما دفع المشاط لدعوته لزيارة مصر مصدر معانا كان من القهر 24 أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر وأعتقد أن إيلون ماسك كان يهزر من حيث النظرية التي ترحها بأن المخلوقات الفضائية هي التي بنت الأهرامات طبعا هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتين مع بعض الغبر آخر وحيلة جديدة ومقلقة للسرقة في مصر تثير جدلا واسعا وانتشرت صور على عدة صفحات على السوشيال ميديا خاصة لسيارات دون إطارات مصحوبة بشكوى أن لصوص إطارات السيارات انتشروا بطريقة يعني صعبة جدا خاصة في الأماكن النائية وأوضحت السور المنشورة أن السيارات التي تمت سرقة الإطارات الخاصة منها باهضة السمن منها هاينضاي واشفورليه إذ يتم تفكيكها كل سهولة ومن ثم بيعها كإطارات مستعملة وكتب محمود خيري متخصص في السيارات موضوع سرقة الجنود والكاويتش انتشر يا جماعة جامد خدوا بالكم واشتروا لك للجنط واركنه في أماكن أمان وربط العديد من الأشخاص عمليات السيقة الجديدة بالوضع الاقتصادي الحالي في مصر حيث يلجأ العديد لهذه الحيلة لبيع الإطارات دون سيارة لعدم التاصل إليه وكشف عنه حيث يصبح من السهل بيعها مصدر معانا كان من RT طبعا في سور منشورة العربيات فعلا باهضة الثمن يعني عربيات غالية جدا بيتم سرقة الجنود منها والكاويتشات طبعا سعر جنود في عربية يعني باهضة الثمن مش عاوز أقول ماركات ولكن قد تصل طقم الجنود في العربية يعني ممكن توصل لخمسين وستين وسبعين ألف جنيه في الطقم الواحد فخلوا لكم من موضوع السرقة يعني اللي ماشي اليومين دول بخصوص سرقة الإطارات والإطارات دي بتبقى الجنود والكاويتشات الاتنين مع بعض فطبعا نخلي بالنا ونحاول نحن نجيب لك للجنود أو يعني مش عاوزين نجيب لك للجنود ونكلف نفسنا يبقى نركن العربية في مكان أمان بحيث ان احنا نبقى متطمنين عليها أو لو عندنا جراش في بيتنا ندخل السيارة في الجراش وما نكسلش ان احنا يعني نركنها برا أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وننتقل مع بعض الخبر آخر وبالتفاصيل هل باعت الحكومة المصرية حديقة الحيوان للإمارات وكشف وزير الزراعة المصري سيد القصير حقيقة بيع حديقة الحيوان في مصر للإمارات لإدارته وأضاف وزير الزراعة أن دولة الإمارات ليس لها أي علاقة بملف تطوير حديقة حيوان الجيزة وأكد عدم إرسال أي رسومات هندسية أو مخططات تخص تطوير حديقة حيوان الجيزة حتى الآن إلى جهاز التنسيق الحضري وضح أنه سيتم إرسالها للجهاز في وقت لاحق من جهة تؤكد المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي المصري للتنسيق الحضري أنه حتى الآن لم تصله الرسومات القصة بتطوير حديقة حيوان الجيزة وأن الجهاز لم يبدأ أي رأي في مشروع التطوير على عكس ما أشيع في بعض المواقع وضح أبو سعدة أن الجهاز طلب من وزارة الزراعة عرض الرسومات القصة بالتطوير لحديقة حيوان الجيزة حيث لدى الجهاز دليل أسس الحفاظ على الحضائق التراثية لذا يجب عرض الرسومات التطوير لاعتمادها من الجهاز أولا قبل التنفيذ وأشار إلى أنه لم يبدأ أي رأي أو تحفظ على مشروع التطوير حيث لم يصل إلى الجهاز حتى الآن وكانت وزارة الزراعة المصرية قد نفت بيع حديقتي الحيوان والأرمان مؤكدة عدم صحة هذه الأقبار المغلوطة جملة وتفصيلا وأن الحديقتين ستظلان تحت إدارتها ونشرت الوزارة بيانا في شأن دوافع وآليات عمليات التطوير منها تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر ما أدى لخروجها من التصنيف العالمي الحضائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزودها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات أكدت الوزارة تطوير حديقتين الحيوان والأرمان ووضح أن ذلك هيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطويرها وفقا لمحددات